خيبة أمال كبيرة أصيب بها والد أيمن عند تسلمه كشف نقاط ابنه حيث صدم بالنتائج التي تحصل عليها خلال الفصل الثاني على الرغم من أنه يتلقى دروس خصوصية في أغلب المواد الأساسية بالأسف جدني دي البيتنات يا أوليدي اليوم جابت سعاونا صليدي أنا يا أنا ملو مش أوليدي بس كي بكل صراحة كان بعض الأستيذة حاشا مش جميع الأستيذة من كان بعض الأستيذة والله العظيم عنده مني فوق والله ما عنده مني تشوف شوية المستوة الأستيذة تددي تقريرهم دلهم دي ستاج دلهم دي سيكال عشبوندون ليتي هكذا في الصيف تقرير الناس هذون باش أمو يتحد انتك يقولي الأستاذ ما عنده شنيفو ويش تحوي استد تلميذة دي خرج لك عالم أما والد بشرة فلم تسعه الفرحة بعد حصول بنته الوحيدة على العلامات الممتازة بعد فصل دراسي شاق تعبت فيه تلميذة والطفلة رهي الحمد لله فرحتني وقال ما زال العمل جاء إن شاء الله يكون نتائج أحسن من خير من هذه السنة إن شاء الله إجماع لمسناه لدى بعض الأستاذة على ضعف النتائج خلال الفصل الثاني خصوصا في مدة الرياضيات والسبب راجعون بحسبهم إلى ضعف تكوين بعض المدرسين العامل الأساسي هو ضعف التكوين لبعض الأستاذة لأنه فاقد الشيء لا يعطيه إذا كان الأستاذ ما عندوش راسيد وما عندوش معلومات وما عندوش علم يقدموا التلاميذ فبالضرورة لا يستطيعوا أن يفيد التلاميذ الخلل الأساسي هو في الأستاذة جددهم المرضى الأساسي العليا للأستاذة خلاص ما يشتمد لنا في الإنتاج توقفت إنتاج ذلك المرضى الأساسي اللي تي بتاعنا نحن نتعلي يا ناس هذي خلاص اللي يخيج لاوش هتخيج واللي هو طلع للإيضاء طلعش يدعو فيه بها يطلع لليمودية إجراءات وتدابير مكثفة تعمل الوزارة الوصية على تجسيدها لتحسين المستوى التعليمي غير أن نتائج هذا الفصل وسابقه تعرف تراجعا ملحوظا ليبقى التساؤل قائما عن مصدر الخلل